دكتور خالد نتكلم إنسانيات شوي إنت إحنا كلنا عشنا كل الحوادث الإرهابية من بعد 2013 كرداسة وما حدث في دباط الشرطة تفجير البطرسي المنسي وكمين البرد طرق الجرجاوي قصاد جامعة القاهرة أصلا أنا حافظهم بالإسم اللي وقنا بيل فراج في كرداسة 2 شادي مجدي في فض ربعة شوفنا قنابل بتنفجر هنا ورجالة من أجمل ولادنا بتنفجر هنا تجربة من لحم ودم طبعا اغتيال السيد ومستشار النائب العام ومحاولة اغتيال وزير الداخلية واغتيال القضاء في سينة لما كان أيام الانتخابات عصدي إحنا عندنا في هذه الحقبة يعني حزن ودم كثير ومقاومة وغضب كبير إيه أكتر حاجة في كل ده وجعتك وجعت خالد عكاشا مع احترامنا الألقاب والحبرات طبعا طبعا البطرسية والشهيد أحمد منسي يعني الاتنين دول الحقيقة الشهيد أحمد منسي لأنه كان بيمثل ليا وكل زملائنا اللي خدموا في سلاح مكافحة الإرهاب من الشرطة ومن القوات المسلحة كان بيمثل لنا النموذج بطل حقيقي مصري أصيل شاب مصري في ريعان شبابه بيبزل كل الجهد وكل العرق وكل برعته ومهرته في قيادة شباب مصري وأبطال مصريين أخرين بالزبط كده وبياخدوا أشرف معركة ضد الإرهاب فإنه يعني يختم هذه السيرة العطرة بإنه يستشهد حياة حيات معركة كبيرة وحيات معركة كان خبر مؤلم وموجع بالنسبة لي بشكل كبير لأنه كان بيمثلنا جميعا وبيمثل الشباب المصريين طبعا إحنا لو أنا شهيد محمد المبروكة كلهم 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 عشان ما حدش يزعل مني وقول قلتي وما قلتيش بالعكس بالعكس طب والبطرسية البطرسية لأن المصريين البسطاء المدنيين الأسر المصرية اللي نزلت يعني تؤدي الشعائر الدينية وأن رصاص الإرهاب يطلها والتفجير يطلها وهي في بيت العبادة بهذا القدر من البراءة بنات وستات في الجزء المخصص للنساء والحادث الثالث هو مسجد الروضة طبعا اللي في شمال سيناء 225 شهيد رجل وشيخ وطفل بالضبط حاجة ممثلة للبطرسية لم يكن أكبر الحقيقة أن يقضى على هذا العدد من من مجموعة مرتزقة مسلحين تكفريين هم القلب التنظيمات الإرهابية اللي كانت موجودة في سيناء أن قرية واحدة يقع منها كل هذه البحايا كل المتالة والولاد والأباء والإخوات وال حقيقة يعني الثلاث حوادث دول على وجه التحديد يعني تسببوا في قلم كبير طبعا مش لها الوحدة كل المصريين الحقيقة كانوا متحدين في مشاعر واحدة لكن فعلا يمثلوا زروة التهديد الإرهابي اللي كان مخلي الجبهة المصرية من الصلابة ومن القوة ومن التوحد والتحدي والتحدي إن إحنا هننتصر بعد كل هدية الدماء الزكية دكتور خالد فاضل لنا دقيقتين في الدقيقتين دول حضرتك تحب تقول إيه لكل اللي بيتابعونا عن معركة القضاء على الإرهاب يعني إيه الجملة اللي تحب تقولها أقولهم إن إحنا زي ما بدأنا مصر بذلت ورسخت تجربة مصرية حقيقية نفخر بيها بنفخر بيها في كل المنصات الدولية اللي بنشوفها وبنقابل أعضائها بينظروا للجهد المصري بتقدير بالغ علينا إن إحنا نستذكره طوال الوقت إن فعلا مصر عملت كتير جدا من أول 2013 لغاية لحظة الإعلان على الانتصار الحقيقي على الإرهاب ده جهد لا يمكن ننساه ولا يمكن ننسى أبطالنا من الشهداء والمصابين اللي هم صناح حقيقيين مؤسسات الدولة اشتغلت بإنكار ذات كامل لم تكن القوات المسلحة ولا أجهزة المخابرات ولا وزارة الداخلية ولا قوات مكافحة الإرهاب ولا القضاء ولا النيابة العامة كانوا بيتحدثوا أو بيضعوا أنفسهم في المقدمة بالعكس كانوا بينكروا ذاتهم في كل هذا الجهد ويضعوا نفسهم وراء الشعب المصري إن ده انتصار حقيقي للوطن فعلا زي ما هذيك بتقولي تجربة دي نفخر بيها الشغل التنموي اللي اتعامل جنبا إلى جنب مع هذه التجربة كان المقصود منه إن إحنا فعلا نجفف المنابع إن إحنا ننطلق في مشروع الدولة الوطنية لم نكن سنستطيع أن نضع حجر في بناء واحد من أي مشروعاتنا القومية الكبرى إلا بعد تحقيق هذا الانتصار اللي احنا بنفخر به حتى الآن دكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري بالفكر والدراسات الاستراتيجية حضرتك نورتنا على وعد بلقاء آخر نستكمل مهم نفكر المصريين مهم ما ننساش مهم نفخر بهذه التجربة حضرتك شرفتنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لحضرتك